الرديو تسعين تسعين هواها مصر وبتقول كمان اني لما بتتفاعل كده مع الاغنية او مع الموسيقى بيعتبر عامل من العامل اللي بيتحسن مزاجها الغنائي وتعرف كمان تدي التك الصوت بصورة منتازة فيه كمان النجم مصطفى امر بيعتبر ان الستوديو ما كان ليه كورسية خاصة بيرفض التسجيل في الضوضاء والصوت العالي بقى والهيصة والكلام ده كله وما بيحبش برضو الزحمة لاني كل الحاجات دي الزحمة يعني في الستوديو يعني صحاب ناس كتيرة صحاب مهندس صحاب ملحن مش عارف ايه لاني بيقولك ان الحاجات دي كلها بتفقدوا التركيز في عملية الغنى وبيحب كمان ياكل واجبة واجبة طعام مكتملة العناصر الغذائية كمان قبل التسجيل فورا وبيحرص كمان على ارتداء الملابس التقيلة لخوفه شديد من نزلات البرد وتأثيرها السيق على احباله الصوتية احنا كده قلنا كده اعداد وتقاليد مي الحريري والمطرب والنجم ومصطفى امر